موسيقى حياكم الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء نقدمه لكم من قناة شوف تي في في رده على تصريحات رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أمام مجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة باتهام قيادات حزبية بتهريب الملايير نحو حسابات بنكية في الخارج رد الناطق الرسمي باسم حزب الميزان عادل بن حمزة في تصريح لشوف تي في أن ما قاله رئيس الحكومة يتحمل فيه كامل المسؤولية القانونية والقضائية ونحن يضيف بن حمزة ننتظر أن يتحرك وكيل الملك وأن يتحرك وزير العدل لفتح تحقيق مع رئيس الحكومة الذي صرح أمام المشاهدين وأمام القنوات العمومية بهذه التصريحات الخطيرة التي تضعه تحت طائلة القانون لأن معرفة مثل هذه المعطيات والتستر عليها يعد جريمة ونحن ننتظر يضيف عادل بن حمزة إحالة هذا الملف على القضاء وننتظر أن تتحرك النيابة العامة لكي تفتح تحقيقا مع رئيس الحكومة أعلن وزير تشغيل والشؤون الإجتماعية عبدالسلام الصديقي أنه سيتم الشروع في دفع التعويضات عن فقدان الشغل انطلاقا من مارس 2014 وقال الصديقي في حديث لجريدة ليكونوميست يتعين الشروع في صرف التعويضات عن فقدان الشغل انطلاقا من مارس 2014 على أبعد تقدير مضيفا أن مشروع القانون حول التعويض عن فقدان الشغل سيحال على الأمانة العامة للحكومة في غضون الأيام المقبلة وأوضح أن التعويضات ستكون سارية المفعول لمدة ستة أشهر بالنسبة للمأجورين الذين اشتغلوا لمدة سنتين ونصف على الأقل أي أن كان المنصب الذي كانوا يشغلونه مشيرا إلى أن المبلغ المدفوع لن يتجاوز الحد الأدنى للأجور أي 70% من الأجر المحصل عليه ثلاثة قتلى وتسعة جرحى سقطوا في انفجار السيارة الملغمة في حارة حربك بالضاحية الجنوبية في بيروت حسب مصادر إعلانية في حين قالت وكالة رويتز لأن شخصين لقيا مصرعهما في الانفجار وأصيب ستة آخرين وهرع الكثير من اللبنانيين خاصة من سكان الضاحية الجنوبية لمكان الانفجار للإطمئنان على أهلهم وكذلك من قبل الصحفيين والسياسيين للوقوف على حقيقة الانفجار الذي وقع لحظة خروج الموظفين من أعمالهم الانفجار يؤكد من جديد حالة الانكشاف الأمني التي يعيشها لبنان اتشهدت الفترة الأخيرة انفجارات استهدفت شخصيات سياسية في لبنان وأشارت لحالة الرعب التي تنتاب اللبنانيين بسبب هذه التفجيرات تشرع اليوم العمالات بمختلف أقاليم المملكة في تلقي طلبات الحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب الذين يتواجدون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية هذه العملية التي جاءت برغبة من الملك محمد السادس والتي عبر عنها مباشرة بعد التقرير الذي قدم إليه من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء بالمغرب وتعتبر هذه أول خطوة بارزة لتنفيذ التوصيات الكثيرة التي جاء بها التقرير تجرر الإشارة إلى أن الأفارق المنحدرين من دول جنوب الصحراء يشكلون غالبية الأجانب المقيمين بالمغرب بطريقة غير شرعية حيث أن معظمهم يدخل بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجزائرية بعد النجاح الكبير الذي حققه المغرب في تنظيمه للدورة الأخيرة من الموندياليتو بكل من مدينتي مراكش وأقادير أعلن اتحاد الدولي لكرة القدم إضافة مدينة طنجا إلى المدن التي ستحتضن الدورة المقبلة من كأس العالم الأندي 2014 وأضافت الفيفا على موقع الإلكتروني أن مدينة طنجا ستحتضن بعض مباريات موندياليتو بحكم قربها الجغرافي من أوروبا مما سيساهم في جلب الجمهور الأوروبي لمتابعة المباريات نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة